دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مركز خور كلباء لأشجار القرم في منطقة خور كلباء وذلك ضمن المشروعات الحيوية للإمارة للحفاظ على الحياة الفطرية والبرية المحلية والبيئة بكامل مكوناتها المائية وفي اليابسة وتطويرها ضمن سلسلة الإضافات النوعية التي تخدم المواطنة والوطن وتحافظ على الطبيعة الغناء ومكوناتها البيئية دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مركز خور كلباء لأشجار القرم في منطقة خور كلباء وفي بداية جولته الميدانية اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على ما يضمه المركز من أقسام متنوعة واستمع سموه إلى شرح مفصل من سعادة هانسيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عن مرافق المركز وأهميته وأدواره الرئيسية في المحافظة على البيئة حيث يشكل مكانا فريدا للتعلم والترفيه والسياحة في آن واحد ويتضمن شعار المركز عنصرين أساسيين في المنطقة هما أشجار القرم الفريدة وطائر الرفراف المطوق العربي وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته للمركز على الأنواع المختلفة من الكائنات الحية التي يقوم المركز بالاهتمام بها مثل أشجار القرم وعمليات إعادة تأهيل الكائنات الحية المختلفة مثل السلاحف البحرية والتي يتم العمل على علاجها من الأمراض بواسطة عدد من المتخصصين وإعادة إطلاق سراحها لتعود إلى بيئتها الطبيعية كما تفقد سموه خلال الجولة عددا من أقفاص طيور الرفراف المطوق العربي والطيور الساحلية الأخرى والأحواض المائية للكائنات البحرية وطرق معالجتها والعناية بها إلى جانب ركن الأطفال والقاعة التعليمية وغيرها من مرافق ومحتويات المركز وتم تصميم مركز خورك الباء لأشجار القرم بشكل معماري فني مميز ومفتكر حيث تمت هندسة الشكل الخارجي بنموذج مستوحى من صدف القنفذ البحري الموجود في المحمية في محاكات رمزية للبيئة التي يعمل المركز على المحافظة عليها بكامل مكوناتها وتعد محمية خورك الباء لأشجار القرم المحمية الأبرز في تلك المنطقة السياحية والطبيعية كونها تجمع بين الجزء المائي للخور وجزء اليابسة من الشاطئ الموازي حيث تتميز منطقة خورك الباء بسواحل ممتدة بأشجار القرم التي يكثر نموه هناك مستقطبة بذلك القدر الأكبر من محبي البيئة الطبيعية والكائنات الحية وتعتبر أشجار القرم التي تهتم بها محمية خورك الباء ثروة طبيعية هامة لحفظ التوازن البيئي وكما أنها توفر مأوى طبيعيا مثاليا لتأشيش طائر الرفراف المطوق العربي الذي لا يعيش إلا على جذوعها ولا يوجد إلا فيها كما ساهم الاهتمام بالمحمية في عودة الأنواع المستوطنة والمهاجرة من الطيور بأعداد كبيرة كما تم إعادة إطلاق غزال الرين في المنطقة لتعود بذلك الحلقة المفقودة في السلسلة البيئية وأسماك القرش والراي والبركود والسلاحف إلى جانب نظافة جميع الممرات المائية ترجمة نانسي قنقر